بالمناسبة هاشم صفي الدين كان المرشح الأوحد لأنه يخلف حسن نصر الله مين هو بقى المرشح اللي بعد هاشم صفي الدين برزا الاسم هو اللي حنعرضه على حضراتكم دلوقت إذا تحقق اغتيال هاشم صفي الدين فهذا هو من سيكون القائم في هذا المقام الأمين العام لحزب الله هو السيد إبراهيم أمين السيد عمره 69 سنة موجود في حزب الله منذ بداية إنشاؤه من الشخصيات المؤثرة في جماعة حزب الله وحاليا منصبه منصب الرئيس المجلس السياسي للحزب طبعا هو عاش نفس الموضوع الخاص بالتعليم الشيعي والديني وفيما بعد ذلك خلينا نقول إن من أهم النقط اللي بتتقال عليه لكن هو المسؤول عن كل العلاقات السياسية اللي موجودة والخاصة بحزب الله سواء كان مع الأحزاب أو الجهات داخل لبنان أو خارج لبنان ومعروف بمواقفه الدعيمة للقضايا العربية والإسلامية وخاصة قضية فلسطين هو ده الاسم زي ما تكلمنا على هاشم صفي الدين هذا هو الاسم المرشح حاليا لكن هل يا ترى إسرائيل هتتطوع وتقوم بفعل مماثل لما فعلته في المارتين التانين ويبقى الدور عليه ولا لا ده اللي حنشوفه خلال اليومين اللي جايين